اهلا اعزائي المشاهدين مرة تانية بحب استضيف القص نضالة الراجو الاخ نضالة شارك اختباره في الاسبوع اللي مضى وشاركنا كيف اتغيرت حياته من خلال يسوع المسيح واليوم انا عندي عدة اسئلة لنضالة المسيح كما يراه المسلمين اهلا وسهلا قصيص نضالة رب يباركك ويبارك خدمتك رب يباركك خي نزار وشكرا على استضافة مرة ثانية ربنا يباركك طبعا انا شاركت مقتطفات سريعة من شخص انت مسلم كفرت رجعت طبعا عن اسلام مش انك صرت مسيح والرب تعامل معاك خلال هاي الفترة الصعبة وصرت مؤمن نعم مظبور نعم تفضل بالحقيقة يا خنزار انت سألت انه انا كنت نعم اجيت من الاسلام وبعدين الرابط عمل معي وسألتني سؤال المسيح كما يراه الشخص المسلم او المسيح من منظور الشخص كان مسلم انا بالحقيقة ما ببدي يقول كما يراه المسلم لان مع الاسف وبكل حزن نقول هذا الكلام لما كنا مسلمين ما كنا مثقفين ما كنا مثقفين اكاديميا لانه لا تسألوا لأشياء لا تبدأ لكم لعلها تسيئكم لكن المجد للرب اللي علمنا انه فتش الكتب فتش الكتب لان فيها حياة نفتش الكتب لانه لا ايه فاذا سألتني قبل سنين لما كنت مسلم شو هي هوية المسيح راح اقول لك هو عيسى بن مريم اللي اشفى الابرس وهو اللي اشفى الاعمى وهو اللي خلق من الطين كهيئة طير وخالصين وهو نبي كأنبياء الله لكن هذه الكلمات شفى الابرس وشفى الاعمى وخلق من الطين كهيئة طير تعطي دلالة على انه المسيح هو الله وتميز وتميز اكيد وتعطي دلالة انه مين اللي بيقدر يخلق حتى لو كان طير من الخالق تعطي صفة الخالق تعطي صفة انه هو الله تعطي انه صفة هو مميز لانه ما في اي نبي ثاني حتى لما كنت كمسلم اللي هو كان نبي محمد ما عمل هذه المعجزات لكن المسيح وحده اللي عمله فلكن بعد الايمان والمجد للرب المسيح هو ملكي الهي مخلصي وهذا يجي بدلالات من الانجيل لكن خلينا نرجع قبل شخصية المسيح شو عملت شخصية المسيح هي الشخصية الوحيدة اللي شقت التاريخ الى ما قبل وما بعد شخصية المسيح هي الشخصية الوحيدة اللي قسم التاريخ ما قبل الميلاد وما بعد الميلاد فحابب اسأل خي المسلم خليه تساءل بينه وبين نفسه ما سألت نفسك ليش فيه قبل وبعد الميلاد حتى بيلاطس نفسه بيلاطس البنطي اختصر الأمر وقال بإنجيل متى صحح 27 وعدد 22 فماذا أفعل بيسوع الذي يدعى المسيح اتحير من شخصية يسوع علم يسوع حكمة يسوع قداسة يسوع سلوك يسوع التحليم الذي كان يعلم يسوع حير العالم حير الأرباب اليهوديين ربابات اليهود حيرهم حير الفريسيين حير الكتبة حير حتى الرومانيين نفسه من هذا يسوع وهذا السؤال الذي نسأله اليوم كشخص مسيحي جديد في المسيحية أسأل من هو يسوع وكشخص مسلم أسأل من هو يسوع المسيح هذا حتى نقول باختصار يسوع المسيح هو الله الذي ظهر في الجسد هو الله نفسه الذي صار إنسان أخذ جسد إنسان أوقات نقول الله على كل شيء قدير لكن علمونا بس مستحيل الله ينزل ويأخذ جسد ما هو على كل شيء قدير ينزل يأخذ جسد لأنه هو اللي صنع الجسد